اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبة وطلبات التعليم الفني الصناعي قسم الزخرفة والاعلان والتنسيق النهاردة معيكم مع حلقة جديدة مخصصة لطلبة الصف الثاني السنوي الصناعي قسم الزخرفة النهاردة معيكم مادة تكنولوجيا العمليات وطبعا زي ما انتم معارفين ان مادة تكنولوجيا العمليات هي مادة بتدرس قواعد العمليات الصناعية وطرق تنفيذها والقصص الخاصة بيها ومادة تكنولوجيا العمليات هي جزء لا يتجزأ من مسلس التكنولوجيا الموجود في مواد التخصص سواء مادة المعدات أو مادة الخامات والجزء الثالث اللي هو مادة تكنولوجيا العمليات طبعا احنا قلنا ان المواد دي متربطة ولازم الجزء اللي ادرسه هنا ادرسه هنا وادرسه هنا يعني ادرسه في العمليات وادرسه في المعدات وادرسه في الخامات بحيث ان انا ابتدي اربط المعلومات العلمية بتاعتي كلها ببعض يعني بدرس في مادة المعدات المستخدمة في عمليات الدهنات اللي بيتم تطبيقها داخل التخصص وبدرس في مادة الخامات الخواص الطبيعية والكيميائية للمواد اللي بيتم دخولها في الدهنات المختلفة وبدرس في مادة العمليات القصص وطرق التنفيذ والأساليب التقنية علشان يتم تنفيذ الدهنات دي على الأسطح الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن طرق تطبيق الدهنات الانشائية والفنية على الأخشاب وتكلمنا عن طرق تطبيق دهان الأسطر على الأخشاب الجزء الثاني من الباب الأول زي ما تكلمنا خاص بطرق تطبيق الدهانات الشامعية على الأخشاب طيب لو تفتكروا كده معايا تكلمنا في الحلقة السابقة عن طرق تطبيق دهانات الأسطر على الأخشاب وقلنا أن دهانات الأسطر أساسها جمالكة وقلنا أن دهان الجمالكة عبارة عن رتانج طبيعي بيتم استخلاصه من متصلب ناتج من شجرة بتكون موجودة في الشجرة دي اسمها شجرة الشلاك عشان كده اسمه رتنج اللاك زي ما قولنا المرة اللي فاتت الشجرة دي عرفها الصينيين والهنود من ألاف الصينين وعرفوا ان الحشرة دي بتتم عمل أو بتفرز متصلب على الشجرة دي وبالتالي بيتم أخذه والاستفادة به في عمليات الدهانات المختلفة على الأسطح الانشائية المختلفة زي الخشب. ده بالنسبة لدهان الأسطر والجملكة وكلمنا ازاي بيتم عمل اعداد وتجهيز للسطح بتاعي وازاي بيتم عمل تطبيق دهان الأسطر على الأخشاب بطريقة القديمة وازاي بيتم عمل دهان الأسطر على الأخشاب بطريقة الحديثة وقلنا ان كل حاجة منهم بتبقى ليها طريق التطبيق واهم حاجة عندي خطوة الاعداد والتجهيز الخاصة بالسطح الخشبي وبعد كده عملية الاسئية اللي بتتم بالجملكة وقلنا ان الجملكة دي لها تقل مختلف أو لها نسب مختلفة بتم عملها علشان أطبقها على السطح بتاعي سواء بقى نسبة واحد لتسعة جزء كانت جمالكة متوسطة ومعتدلة واحد لخمسة جزء كانت جمالكة سقيلة والواحد وعشر جزء لو تفتكروا معي أن هي تم استجدامها في عملية التشطيب بتندية الأسطبين على القاسي وبعد كده بتم تطبيقها وبعد كده بتم عملية الصنفرة إلى أن يتم تشريب السطح تماما بالجمالكة بحيث أن أنا عندي المسام تبقى ممتلئة تماما ده كان بالنسبة لطريق تطبيق دهان الأسطر على الأخشاب وإزاي بتم عمل دهان الأسطر على الأخشاب بالطريقة القديمة وبالطريقة الحديثة وده كان فيه إيه وده كان فيه إيه وهرفنا الخطوات كلها النهاردة هنتكلم عن طرق تطبيق الدهانات الشمعية على الخشب وطبعا زي ما أنتم معارفين أن الدهانات الشمعية عبارة عن أساسها شموع هنتكلم على الشموع باستفادة في مادة الخمال تدرسوها إن شاء الله لو أنا عندي مثلا شموع طبيعية مكوناتها إيه وشموع صناعية مكوناتها إيه عندي الشموع الطبيعية عبارة عن شموع طالما قلنا طبيعي يبقى فيه عندي نباتي وحيواني وفيه معدني النباتي زي شمع الكرنوبا وكاندريلا وعندي الحيواني زي شمع العسل وزي شمع الحيتان وزي شمع صوف الأغنام وشمع اللاك طبعا اللي هو ناتج من رتنج اللاك اللي هو الجمال أكا كل دي شموع حيوانية وشمع البرافين كشموع معدنية بعد كده فيه عندي الشموع المصنعة اللي هي النتجة من التفاعلات الكيميائية طيب لو بصيتوا كده معايا عندي طبعا مجالات استخدام الورنيش الشمعية مجالات استخدام الورنيش الشمعية على الأخشاب أول حاجة عندي طبعا الورنيشات الشمعية على الأخشاب دي بيتم تطبيقها على أسطح مختلفة الأسطح دي بيتم تطبيقها على الأساس وتلميعه وبيتم تطبيقها على الأرضيات الخشابية وتلمعها اللي هي البركي وبيتم تطبيقها على السيارات أو تلميع السيارات وعلى الجلود والرخام والمزايج كل واحدة من دول هندرس إزاي بيتم تطبيق الدهان الشمعية على السطح بتاعي وهنعرف الخطوات اللازمة عشان أجهز الدهان الشمعية أو الورنيش الشمعية بتاعي دوت عشان ألمع به السطح بشكل كامل هنتكلم عن ازاي بتم تطبيق الاساس او طلاق الاساس وازاي بتم طلاق الارضيات الخشبية وتلميعها اللي هي البركية وتلميع السيارات اللي هو الايه البوليش واكس طيب طبعا مقونات الدهان الشمعي اول حاجة لازم نعرفها ان الدهان الشمعي بيتكون عمتا من سائل مزيب ورتنج ومقونات خاصة السائل اللي هو موجود معايا اللي هو زيت التربنتين وعندي الشمع اللي هو رتنج اللي هو شمع العسل اللي هو السائد لاستخدام في عملية التلميع بالمزيج الشمعي وفي عندي المقونات الخاصة ممكن تكون الالفونية والالفونية دي عبارة عن مادة بيتم استخدامها عشان اساعد الدهان على انه يتصلب او هي مادة بتستخدم عشان ازود عملية الصلابة للورنيش الشمعي بتاعي طب لو بصيتوا كده معايا او بتكتبوا مثلا عندي يتكون الدهان الشمعي عمتا من شمع طبعا وسائل ومزيب المقونات اللي معايا طبعا ابسط نوع لو بصيتوا كده معايا على الشاشة ابسط نوع للدهان الشمعي يتكون من مزيج من شمع العسل وزيت التربنتين ويمكن اضافة نسبة من الالفونية لكي يتصلب زي ما لسه مقالين دلوقتي ويمكن استخدام الشمع الابيض او الاصفر او شمع البرافين بدلا من شمع العسل يعني اي نوع شمع موجود معايا او متوفر يمكن استخدامه في عملية الدهان الشمعي دوت خطوات تطبيق ورنيش شمعي على الاخشاب اول حاجة هنعملها اعداد الدهان الشمعي اعداد الدهان الشمعي بيتم بتلت نقاط اول حاجة الازابة على البارد او الازابة على الساخن او الازابة باضافة الالفونية طب ايه هو الازابة على البارد والازابة على الساخن والازابة باضافة الالفونية أنا عندي التربنتين بيتم إضافة لي المزيج الشمعي أو القطع الشمعية الصغيرة بعد ما بيتم تكسرها أو تقطعها إلى قطع صغيرة ويتم إضافتها للتربنتين وتركها حتى يتم تحليلها على البارد أسيبها مثلا يوم كامل لغاية لما تتحلل أو تدوب في التربنتين بعد ما بتدوب في التربنتين أسيبها وقت كمان علشان يتم تصبينها عشان يسهل استخدامها على السطح الخشبي اللي أنا هطبق عليه أو البركي أو فيه تلميع السيارات ده بالنسبة على البارد أنا بجيب قطع الشمع الصغيرة بتاعتي بعد تقطعها وتكسرها وابتدي أن أضيفها للتربنتين واسيبها يوم كامل لغاية لما تسيح تماما بعد ما بتسيح تماما وتتفكت أبتدي أن أسيبها وقت كمان علشان تصبن أو تتصلب شوية وبتبقى في صورة كريم أو بتبقى عاملة زي الكريم أو الجليسرين كده بالضبط علشان يتم إيه أخذ منها بقطعة من الصوف أو القماش الناعم علشان يتم إيه تطبيقه على السطح بتاعي طب على الساخن ده بيتم عمل إزاي؟ إن أنا بجيب التربنتين بتاعي طبعا مع نسبة من الغراء وبتم تسيحهم في حمام مائي وبتدي أن أنا أحط قطع الشمع بتاعي لغاية برضو ما بتسيح وبعد ما بتسيح بتم إيه تركها وقت مال غاية لما بتتصبن علشان يسهل استخدام بإضافة الألفونية زي الطريقة السابقة بالضبط اللي هي الطريقة على الساخن ولكن بإضافة الألفونية طب التربنتين والألفونية هي مواد بيتم استخلاصها من الأشجار السنبرية طويلة الأوراق فلازم برضو نبقى عارفين زي بيتم استخلاصها وتبقى موجودة فين بيتم استخلاصها الأشجار السنبرية طويلة الأوراق دي بتنبط فيه الوليات المتحدة أو جنوب الأوليات المتحدة وبعد كده بيتم أخذ التربنتين والألفونية دي واستخدامها في الدهان الشمعي الدهان الشمعي دوت سهل جدا إن أنا أعمله كمشروع صغير في البيت وأقدر إن أنا أجهزه وأقدر إن أنا أستخدمه أو أبيعه في الأسواق بحيث إن أنا يتم استخدامه على التطبيقات المختلفة سواء على الأساس الخشبي زي ما قلنا الأساس الخشبي عندي غرف النوم وعندي الكنسل وعندي الصالون وعندي الأنترويهات وعندي الصفرة أي قطعة أساس الخشبي أو على البركي أو في تلميع السيارات فده مشروع سهل إنتاجه في المنزل بحيث إن أنا أعمل مشروع صغير وتكسب إيه منه لو بسيطوا كده معايا على إزاي بيتم إعداد المزيج الشمعي أول حاجة عندي في الإعداد إزابة على البارد وعندي إزابة على الساخن وعندي دهان شمعي مضاف إليه الفونية طيب لو جينا بصين هنا على الشاشة إزاي بيتم عمل الإزابة على البارد طبعا تبشر الشموع أو تقطع على قطع صغيرة جدا لتساعد على سرعة الزوابان بعد ما بيتم بشر الشموع دوت زي ما لسه ما كنا قايلين بيتم وضع الشمع المبشور في الترمنتين ويترك يوما كاملا مع تقليبه بعصاء من وقت لآخر طبعا حتى تتم عملية الإزابة ده بالنسبة للتجهيز أو الإزابة على البارد إن أنا بقطع قطع الشمع بتاعتي وحطها في الترمنتين واسبها يوم كامل زي ما قلنا مع التقليب المستمر بالعصاء حتى تتحلل وتزوف في الترمنتين بعد كده بإن أنا أسيبها وقت ما لغاية لما تتصبن عشان يسهل استخدام طب لو بصيته كده معي على الساخن بيتم عمل إيه؟ يوضع على النار في وعاء الإزابة اللي هو حمام مائي اللي هو إيه؟ الشمع تمام كده؟ يترك حتى ينصهر الشمع بتاعي تماما طبعا ويرفع من على النار بعد ما بيتم تسيح الشمع بتاعي على النار يضف إليه زيت الترمنتين لو أنت بصين كده معي على الشاشة أو بتكتبه زيت الترمنتين بيتم إضافته طبعا بشكل تدريجي على الشمع بتاعي قبل أن يتجمد الشمع مرة أخرى أنا بعد ما بسيح الشمع بتدين أنا أضيف له زيت الترمنتين وهذه هي الطريقة الأسرع والأكثر شيوعا طبعا الطريقة دي بتوفر لوقتي كتير جدا إن أنا بسهل عملية تسييل الشمع وتسيحه وبعد كده يضف له زيت الترمنتين فالطريقة دي بيفضلها كتير من الفنيين فعملية في تجهيز الدهان الشمعي طيب هل هي الأحسن من مثلا الإذابة على البرد؟ لا مش هي الأحسن من الإذابة على البارد لو أنا عندي الفني لو ما كانتش واخد باله كويس قوي ممكن الشمع بتاعي يلمس مثلا النار أو يتأثر بالنار فبالتالي يفقد القبلية على اللصق على الأسطح المختلفة فأنا عندي أفضل طريقة هي طريقة الإذابة على البارد ولكن طريقة الإذابة على البارد عبها أن هي بتاخد وقت كتير جدا في عملية الإذابة أن أنا بسيبها يوم كامل لغاية لما بتتحلل وبتدي أن أنا أجهز الشمع التاعي بعد كده أسيبه وقت كمان لغاية لما بيتجمد ويتصبن علشان يتم تطبيقه على الإيه على السطح التالي فبالتالي دي ليها مميزات ودي ليها مميزات ودي ليها عيوب ودي ليها عيوب الطريقة اللي هي الإذابة على الساخن كويسة وكل حاجة وهي سريعة جدا في تجهيز الشمع ولكن عبها أنه هو لو الفني مش واخد باله كويس قوي الشمع بتاعي لو تأثر بالنار أو لمس النار هيفقد خاصية اللصقة الخاصة إيه بيه طب لو بصينا كده معي على الشاشة طبعا ده بالنسبة للإذابة على الساخن زي ما قلنا في عندي الإذابة أو إذابة المزيج الشمعي المضاف إليه ألفونية طبعا بيتم تدويب الألفونية بالكحول زيها زي الجمالكة بالضبط بعد كده ببتدي أن أنا أضيف ليها الشمعي المبشور في الألفونية ويقلب جيدا حتى يمتز جماعا وابتدي أن أنا أحطهم على النار يعني أنا عندي الشمعي المبشور دوت اللي تم تسييحه على النار بيتم إضافة ليه الألفونية المضاف لها الكحول أو الدايبة فيه الكحول وبعد كده ببتدي أن أنا أشيل المصهور دوت من على النار واضيف ليه التربنتين إلى المصهور بالتدريق طبعا لا يستخدم هذا الدهان وهو ساخن بل يترك حتى يبرد طب الألفونية بنضفع ليه؟ بنضفع لشان تسهل لي عملية صلابة الدهان أو تضف لي صلابة للايه للدهان الملحوظة دي مهمة جدا يتم إضافة الألفونية لمزيج الشمعي لإعطاء الصلابة والوصول إلى القوام المناسب يبقى أنا عندي كده إزاي بيتم إعداد وتجهيز الدهان الشمعي إعداد وتجهيز الدهان الشمعي بيتم الإعداد على البارد وبيتم الإعداد على الساخن وبيتم الإعداد بإضافة الألفونية لو جينا نفرق ما بينهم تاني عشان نفتكر ونحفظ الدهان أو تجهيز الدهان الشمعي على البارد بيتم قطع أو تقطيع الشمع إلى أجزاء صغيرة ويتم إضافتها إلى زيت التربنتين وأسيبها يوم كامل حتى تتحلل مع التقليب بعصاب استمرار بعد كده بعد ما بيسيح بتدين أنا أضيفه أو أسيبه وقت معين لغاية لما يتصبن ويبقى عامل زي الصبون علشان يسهل تطبيقه على السطح طب الإزابة على الساخن بيتم عمل إيه أجيب كطع الشمع بتاعتي بتدين أنا أحطها في حمام مائي في الغراية اللي هي زي باستخدمها في تسيح الغراء وبعد ما بيسيح اللي هو الشمع معايا بتدين أنا أضيف له التربنتين بالتدريج وبعد كده بتدين أنا أشيله من على النار ويسيبه وقت ما لغاية لما يتصبن بعد كده بيتم إيه استخدامه في عملية التطبيق طيب الإزابة على الساخن بإضافة الألفونية بيتم عمل إيه بتدين أنا أضيف الألفونية على الكحول عشان أدوب الألفونية طيب وبتدين أنا أدوب الشمع بتاعي في حمام مائي على النار بعد ما بدوب الشمع بتاعي في حمام مائي على النار ابتدين انا اضيف له الالفونية المزابة فيه الكحول ديت وبعد كده بعد ما بيتم تدويبهم الاتنين مع بعض ابتدين انا اضيف زيت التربنتين بالتدريج وابعد اللي هو الخليط دوت من على النار علشان اسيبه لغاية لما يتم عملية تصبينه وبعد ما بيتصبن بيتم تطبيقه على السطح طيب ايه المقرر علينا دراسته في عمليات التطبيق انا قلنا هيتم تطبيقه على الاساس الخشبي وهيتم تطبيقه على الارديات الخشبية والبركي وهيتم استخدامه في تجميع السيارات دي التلات حاجات المقرر Director علينا هنعرف ازاي بيتم تطبيق المزيج الشمع على كل حاجة من الحاجات دي طبعا الحاجة الرابعة اللي احنا مش هنسقرها اللي هو بيتم تطبيقه على المزايج والرخام والجلود فده حاجة تانية هيتم ايه تطبيق المزيج الشمع عليك احنا هندرس اول تلات حاجات اول حاجة عندي اللي هي طريق تطبيق المزيج الشمعي على الاساس الخشبي لو بصيته كده معي على الشاشة بيتم عمل تنظيف السطح المردهانو من الاتريبة طبعا اي سطح خشبي زي ما قلنا بيتم تنظيفه من الاتريبة بقطعة كماش منداب التريبنتين بعد كده بيتم دعق السطح بطبقة رقيقة من المزيج الشمعي بعد توزيعه على السطح بقطعة من الكماش او بفرشاة طبعا انا بيخد القطعة من المزيج الشمعي دوت اجيب قطعة قماش او فرشاة بيتم ااخد قطعة من المزيج الشمعي دوت ويتم تطبيقه على السطح وبعد كده بسيب السطح لغاية لما يجف تماما بعد كده بيتم تلميع السطح بفرشة نعمة زي فرشة الاحذية بالزبط بعد كده بعد ما بلمع بفرشة الاحذية بيتم تلميع السطح بخطعة من الصوف بقوة لزيادة اللمعان والتبريق وطبعا يمكن اعادة الدهان للسطح بواجهة او اخر وتلميعه بنفس الاسلوب الصابت لو انا عايز ازود عملية التلميع لو بصيته كده معايا على الشاشة عندي اول حاجة عملها هنا في الصورة لو انتو بصيته على المؤشر عندي الشمع دوت تبتدى ان هو يقصره او يقطعه الى قطع صغيرة بعد ما قطعه الى قطع صغيرة عندي جاهز هنا زيت التربنتين زيت التربنتين دوت هيتم اضافة المزيج اللي يقطع الشمع لمزيج او لزيت التربنتين دوت هديف الشمع على الزيت وابتدى ان انا اقلبهم مع بعض الغاية لما يمتز جوء في حمام مائي طبعا هنا الاناق دوت حطه على النار وبعده طبعا بنسبع على الايه عن النار بعد ما بيصيح كده ان انا اجهز حاوية او اناق نظيف كده اناق زجاجي مثلا او حاوية او زجاجة اي حاجة حاوية يسهل ان انا اخد منها المزيج الشمعي بقطعة القماش او بالفرشة لما اجي اطبق على السطح لازم تكون مفتوحة بشكل كويس فانا عندي الحاوية دي او الاناق دوت بيتم افراغ اللي هو المزيج الشمعي بعد ما بيتم تسيحه في زيت الترمينتين في الحاوية دي هنا هو بعد جهز الحاوية بتده ان هو ينزل فيها المزيج الشمعي بعد تسيحه او تسيله وده هنا المزيج الشمعي بعد ما ايه متصبن بعد ما بيسيبه وقت معايا بتده ان هو ايه يتصبن في الصورة دي هنا اخد من المزيج الشمعي بقطعة القماش وهيتم تطبيقه على السطح الخشب اللي انت شايفينه قدامي على الشاشة دوت وطبعا يتم التطبيق في اتجاه الألياف لغاية لما يتلمع أفضلاتك في السطح بالمزيج الشمعي مرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية لما السطح بتاعي يبقى لامع تماما بالمزيج الشمعي دوت يبقى أنا عندي تاني إيه اللي بيتم عمله أبتد أن أنا أسيح الشمع في زيت التربينتين وبتد أن أنا أجهزه بعد ما أجهزه يتم تنظيف السطح الخشبي من الأتربة أو من أي شواب أو دهون موجودة على السطح بتاعي طب أنا أتضافها بإيه؟ بقطعة قماش مندى بالتربينتين التربينتين المعدني مثلا يتم تنظيف السطح به جيدا بعد كده بيتم أن أنا أحضر قماشها أجيب حتة قماشها وبتد أن أخذ بيها جزء من المزيج الشمعي اللي تم أعداده ويتم دعق السطح بقوة لغاية لما أحصل على اللمعان اللي أنا عايزاه طيب بعد كده بيتم عمل إيه؟ بتد أن أنا أخذ فرشة أحزاء أو مثلا فرشة نعمة جدا بعد كده أبتد أن أنا أدهن السطح بقطعة قماش من الصوب بحيث أن أنا أزود السقل أو أزود الدعق على السطح بتاعي علشان السطح يوصل لعملية السقل اللي أنا عايزاها والسطح يزداد بريقه وإيه؟ واللمعان بتاعه بعد كده بسيب السطح بتاعي يجف تماما وكده تمت عملية التلميع على الأساس الخشبي والإيه؟ والمشغولات الخشبية طيب لو بصينا كده طريقة التلميع على الأرضيات والبركي لو معايا كده على الشاشة أول حاجة لو كان السطح جديد هبتد أن أنا أمعجن الخدوش واللحمات بمعجون تلقيت ملون بنفس لون الخشب البركي اللي تم تطبيقه على السطح وبعد كده بيتم صنفارة السطح الخشب طيب المعجون ده بيبقى عبارة عن إيه؟ المعجون ده بيبقى عبارة عن ممكن أحط أسبداج مع غيرها مع ملون بنفس لون الخشب ويتم معجنة السطح بتاعي بعد كده بيدهن السطح وجه من ورنيش الفلاتانج ورنيش الفلاتانج ده ورنيش جاهز بيتم تطبيقه على البركي ويتم تخفيفه بزيت التربنتين أو بتربنتين بنسبة 25% بحيث أن أنا التربنتين بيتم تخفيف اللي هو ورنيش الفلاتانج ده بحيث أن أنا أحصل على قوان مناسب عشان أدهن بيه سطح البركي بتاعي طيب لو بصيته كده معايا بعد ما بيتم عمل الورنيش الشمعي وتجهيزه بإحدى الطرق السابق شرحها اللي هي إزابة على البارد أو إزابة على الساخن أو بإضافة الألفونية إيه اللي بيحصل؟ طبعا نفس الخطوات السابقة اللي إحنا لسا قيلين عليها يدهن الشمع بتوزيعه على السطح بقطعة أو بواسطة قطعة من القماش الملفوف حول كف اليد أبتد أن أنا أجيب قطعة كده قطعة قماش دائرية تم ملفها حول كف اليد وابتدد أن أأخذ بيها المزيج الشمعي وابتدد أن أنا أدعق السطح بقوة من الداخل والخارج مع مراعاة أن تكون طبقة الشمعي رقيقة وجيدة التوزيع ويترك حتى يجف لليوم التالي طبعا دي هي نفس الخطوات اللي قلناها في تطبيق الدهن الشمعي على الأخشاب أو على الأساس الخشب هنا برضو نفس الكلام في طريقة تطبيق الدهن الشمعي على الأخشاب أو على الأرضيات والبرقي بعد كده بيتم تلميع السطح بفرشانة عماء اللي هي زي فرشة تلميع الأحزية بقطعة من الصوف ويستمر الدعك حتى نحصل على اللمعان المطلوب ويمكن أعادة السطح أو أعادة دهان السطح بطبقة أخرى بعد إيه تلميعه إن أنا أبتدي أدهن في السطح أو أفضل أدعق في السطح لغاية لما يتم الحصول على اللمعان الإيه المطلوب طبعا كلما تقلل لمعان نتيجة استخدام الأرضيات يعاد دهانها بالشامع ثم يلمى يعني إيه الكلام دوت أنا عندي الأرضيات دي نتيجة الناس بتمشي عليها أو مع الوقت ممكن المزيج الشامعي دوت يتشال من على الأرضيات فإيه اللي بيحصل أبتدي أو ممكن فيه أدربة تبقى على السطح يبتدي أن أنا أدعق السطح بسنفرة الغاية لما أنظف السطح تماما بحيث أن أنا ممكن أوصل للوب الخشب وبعد كده بيتم عادة دهان المزيج الشامعي تاني وعمل الخطوات السابق اللي احنا قلنا عليها مرة تانية على السطح طب لو أتربة بس لو أتربة بيتم تلميع السطح بالمزيج الشامعي دوت بسهولة جدا من غير عملية الإيه الصنفرة لو بسيته كده معي على الشاشة كلما قلل لما معان نتيجة استخدام الأرضيات يعد دهانها بالشامع ثم يلمع طيب لو علقت الأتربة بالسطح يمكن قشط طبقة الشامع ثم يغسل السطح بدعك بالتريبنتين طبعا تريبنتين دافئ ويعاد دهانه من جديد لو الأتربة دي فضلت علقة بالإيه بالسطح بتاعي طيب طريقة الدهان التانية اللي احنا عيلين عليها اللي هي تلميع السيارات بالشامع يبقى احنا كده اتكلمنا على طريقة تطبيق الدهان الشامعي على الأساس الخشبي وطريقة تلميع الدهان الشامعي على الأرضيات والبركي والاتنين بيتم تجهيز أو خطوات تقريبا واحدة إن أنا ببتدي إن أنا أجهز المزيج الشامعي بتاعي وبتدي إن أنا قد أنضى في السطح بتاعي وبعد ما بيتم تنظيف السطح لأن الاتنين زي بعد ده خشب وده خشب بعد ما بيتم تنظيف السطح بتاعي من الأتربة والدهون واي شيء بوجود على السطح بتاعي يتم تطبيق الدهان الشمعي ودعكه بقطعة خماش نعمة جدا ثم بفرشاة ثم بالصوف ويستمر الدحكة حتى نحصل على الايه اللي همعاني المطلوب طيب تلميع السيارات بقى تلميع السيارات لو بصيتوا كده معايا اسمه البوليش واكس يطلق على دهانات السيارات بوليش واكس ده اسم دهانات او تلميع السيارات بالشمع طيب تلميع السيارات بالشمع ده اول حاجة هنعرفها خطوات التلميع للسيارات خطوات التلميع للسيارات بعد طبعا الانتهاء من رش السيارة بالدهان السيلولوزي او السنستيك تجرى العمليات الاتية طبعا الدهان السيلولوزي او السنستيك من الدهانات الحرارية او الدهانات اللي بيتم انضجها داخل الافران بالنسبة للسيارات وبعد كده بيتم عملية التلميع بالبوليش واكس ازاي بيتم عمل البوليش واكس ده اول حاجة بيتم عملية السقل طبعا مادة السقل اسمها كومباوند او تعرف باسم الكمباوند وبيتم تركبها من مزيج شمعي على شكل عجيلة مجهزة من مستحلب متصبن المستحلب المتصبن اللي هو العادي خالص المزيج الشمع اللي احنا جاهزناه بس مضاف لي ايه مضاف ليه بعض من مادة التنعيم زي مسحوق الخفاف او الكوربراندوم او مسحوق الرمل الناد طيب مسحوق الخفاف طبعا احنا قلنا عليه هو عبارة عن صخر البركاني تم صحقه ان انا بجيبه وابتدي ان انا اصحقه وابتدي ان انا انخله لغير لما احصل على مسحوق خفاف ناعم جدا طب ايه هو الكوربراندوم هو كاربيد السيليكون بابتدي ان انا اجيبه برضو بابتدي ان اصحقه بابتدي ان انا استخدمه في عملية الايه التنعيم دي طيب وعندي مسحوق الرمل الناعم طبعا معروف بتم ضفطه ليه المزيج الشمعي اللي انا جهسته عشان اعمل عملية السقل للسيارات طيب طريقة السقل ازاي بتم عمل طريقة السقل دي ابتدي ان انا اوزع المزيج الشمعي دوت على السطح وابتدي ان انا ادعقه بقطعة من القطن الطبي التي يعمل على تنعيم السطح طبعا كلما زادت النعومة بدأ السطح في اللمعان بقعدة كلما زادت نعومة السطح وكلما زاد السقل السطح يبتدي في اللمعان والبريك يتكون عليه بريك ولمعان على السطح التالي ده بالنسبة لطريقة السقل طبعا ملحوظة مهمة جدا يرعى عدم الدعك بشدة لمدة طويلة حتى لا يزال ويغشط كل طبقة الدهان يبقى أنا عندي كده بيتم عمل الصقل على السطح بالمزيج الشمعي المضاف ليه مادة التنهيم سواء مسحوق الخفاف النام أو الكوربراندوم أو مسحوق الرمل النام بعد كده بيتم تطبيقه على السطح ودعكه بشدة ولكن أنا أخد بالي أن طبقة الدهان ممكن تتشال لو تم إدعكه بشدة بعد التأكد من أن الكمباوند هو مادة السقل اللي احنا لسه يلين عليها قد سقل أو سقل طبقة الدهان تزال كل الأسار المتبقية طبعا أي حاجة موجودة على السطح بتدي أن أنا أشيلها بسرعة بمسح السطح بقطعة نظيفة من القطن الطبي أجيب قطن الطبي تانية غير اللي أنا طبقتي بيها المزيج الشمعي دوت وابتدي أن أنا ألمع السطح بورنيش التلميع الشمعي اللي هو البوليش واكس ده ويضعك بقطعة من القطن الطبي فيدى السطح فيه اللمعين طبعا كلما كان الدهان جيد السقل كلما كانت درجة اللمعين أشد وأقوى زي ما لسه مأيلين دلوقتي يبقى أنا عندي بالنسبة لتلميع السيارات أول حاجة لازم نعرفها اسمه البوليش واكس البوليش واكس ده بيتم عمل إيه لازم أشوف مادة السقل التعيب بعد ما بيتم دهان السليلوزي على السيارات أو دهان السنستيك الحراري على السيارات بيتم عمل عملية التلميع طب عملية التلميع دي بيتم ازاي تاني أول حاجة لازم أجهز مادة السقل مادة السقل اسمها الكمباوند وهي عبارة عن مزيج شمعي مضاف لمادة التلميع مادة التلميع دي أو التنعيم اسمها كوربراندوم أو اسمها مسحوق خفاف أو رملي ناعم استخدم أي واحدة من الثلاث مواد دولت للمزيج الشمعي بعد كده بيتم احضار قطعة قطن طبي وبتم أن أخذ من المزيج الشمعي ده وطبق على السطح بتاعي وستمر في الدعك حتى السطح يكون لامع تماما ولازم أخذ بالي أن وانا بدعك السطح عشان طبقة الدهان ما يتمش إزالتها من على السطح بتاعي بعد كده بيتم إزالة الأصار المتبقية كلها من على السطح لأن ممكن يبقى فيه بعض من الدهانات دي وانا بدعك السطح يكون فيه أجزاء متبقية فانا لو سبتها بتدين هي أو مع الوقت بتدين هي تجف وتنشف ويبقى صعب إزالتها أو ممكن تجرحلي في السطح بتاعي أو يحصل فيه مشاكل بعد كده فلازم أجهز قطعة قطنطب ينضيفها تانية وابتدي أن أنا أنضف فيها السطح أول بول بعد عملية الدهان أشيل بها أي زوائد موجودة على السطح بتاعي وطبعا كلما زاد السقل على السطح بتاعي أن أنا أزود الدعك على السطح يستمر السطح فيه اللمعان وإظهار البريق على السطح بتاعي طب لو بصينا كده معايا طرق تطبيق الجزء بقى الثالث أنا عندي طرق تطبيق دهانات ورنيشات السنستيك جفاف هواقي وحراري أو داخل الأفران بالنسبة لطبعا الجزء هذا هو الجزء التالت من الباب الأول الباب الأول مقسم إلى تلت أجزاء داخلها فيه الدهانات الإنشائية والفنية دهانات الأسطر على الأخشاب بتكلمنا عليها دهانات والورنشات الشمعية وتكلمنا عليها وعندي دهانات السنستيك على الأخشاب دهانات السنستيك من الدهانات المهمة جدا اللي بيتم استخدامها بقصرة وهي من الدهانات الحديثة بيتم تطبيقها جفاف هوائي بتجفد في الهواء الطلقة أو جفاف حراري بتتم جفافها أو انضجها داخل الأفراد وهي طبعا دهانات مخلقة أو مصنعة بيتم تطبيقها على كافة الأسطح الانشائية سواء خشبية أو جدارية أو معدنية أي سطح الأسطح الانشائية بأسماءها المختلفة أو بتكوناتها المختلفة ممكن يتم تطبيق عليها دهان السنساتيك طب لو بصيتوا معايا لو الناس بقى هتكتبوا كده تعريف دهانات السنساتيك أو الحاجة هي الدهانات المخلقة أو المصنعة حديثا ومنها دهانات لورنشات سائلة شفافة أو طلقات بيات ساترة طبعا نحن قلنا الحلقة اللي فاتت الفرق ما بين الورنشات الشفافة والطلقات البويات الساترة الورنشات الشفافة ما فيهاش قواعد ومخضبات أما الدهانات الساترة أو الطلقات الساترة فيها قواعد ومخضبائية قواعد أكسيديلزينك، عبيات الباريتا، الكولين، كاربونات الكالسيوم لأسبداج أي مادة قاعدية بيضاء لو هي تشالك من الدهان بقى اسمه ورنشات دهانات السنستيك في منها الورنشات وفي منها اللي هي الطلقات الساترة أو البيات الساترة طبعا على جميع الألوان يعني هي موجودة على الألوان مختلفة طبعا تستخدم لأغراض الدهان أو الطلقات بكفاف عادي زي ما لسا مقايلين في الهواء أو حراري داخل الأفران ويمكن تطبيقها للأغراض الفنية والإنشائية والصناعية على جميع الأسطح المختلفة سواء جدران أو أخشاب أو معادن كما أنها طبعا بتتحمل جميع التأثيرات الجوية والمناخية ده بالنسبة لدهانات السنستيك دهانات السنستيك جفاف هواقي بتجفف الهواء أو جفاف حراري بيتم جفافها داخل الأفران عبارة عن دهانات مخلقة أو مصنعة حديثا بيتم تطبيقها على كافة الأسطح الإنشائية خشب ومعدن وجدران كما أنها ورنشاست شفافة أو بويات وطلقات ساترة ده بالنسبة لدهانات السنستيك دهانات السنستيك زي ما قلنا من الدهانات المهمة جدا فلازم ناخد بالنا من المقونات بتاعتها طبعا تكوين أو مقونات دهانات السنستيك زيعة زي أي دهانات بيتم تطبيق بيتم تكوينها عندي بيبقى فيه مادة ربطة وبيبقى فيه عندي المخطبات وبيبقى فيه عندي الملدنات وعندي المزيبات وعندي المواد المساعدة بس كل دهان بيبقى فيه تكوينة كده مختلفة عن أي دهان تاني فأنا عندي لو بصينا كده على الشاشة مكونات دهانات السنستيك يتكون دهان السنستيك من المادة الربطة والقواعد والملونات اللي هي المخطبات اللي احنا قلنا عليها طبعا القواعد والملونات سواء كانت عضوية أو غير عضوية عندي طبعا بتنقسم فيه عندي الأكاسيد المعدنية الملونة اللي هي زي عندي أكسيد الحديد والأكسيد النيكل وأكسيد المنجنيز وأكسيد الكوبهلت وأكسيد النحاس كل ده أكاسيد معدنية ملونة أو قواعد اللي هي زي ما لستمقلين من شوية اللي هي أكسيد الزينك أبيض البريتة القاربونات الكالسيون كل ده داخل المخطبات سواء قاعدة أو ملون اللي هي الأكاسيد المعدنية الملونة طيب التكوين رقم ثلاثة اللي هي المادة الملأة أو الموالئ طبعا المادة الملأة أو الموالك زي عندي كاربونات الكالسي أو عندي زي الرمال النعمة كل دي مواد ملأة بتم استخدامها في دهانات السنساتيك طبعا مواد ساعد على المهونة زي الألكدات بحطها علشان تخليلي الدهان مرن وسهل تطبيقه على السطح مواد الإضافات المساعدة مواد الإضافات المساعدة ممكن تكون مواد مساعدة على الجفاف أو مواد مساعدة لعدم تكون الطفائليات أو الفطريات على السطح بتاعي او مواد مساعدة لعدم تكون القشرة فقلت دي مواد ممكن يتم استخدامها او تحت بند الاضافات المساعدة في مكونات دهان ورنشاة السنساتيك وعندي المواد مزيبة والاي والمخففة طبعا علشان تسهلي تجهيز الديهان بالسيولة المناسبة عشان يسهل ايه تطبيقه على السطح بتاعي طيب خطوات دهان بوية السنساتيك على الاخشاب اول حاجة هيتم عملها خطوات دهان بوية السنساتيك تأسيس زيتي على الاخشاب جديد وقديم لو انا عندي ازاي هطبق بوية السنساتيك تأسيس زيتي على الخشب سواء جديد او قديم اول حاجة هعملها طبعا انا عندي هندرس في الجزء دوت ازاي بيتم تطبيق بوية السنساتيك تأسيس زيتي على الاخشاب جديد وقديم وخطوات تطبيق بوية السنساتيك تأسيس سنساتيك على الاخشاب برضو جديد وقديم وهندرس كمان خطوات تطبيق بوية السنستيك على الجدران تأسيس زيتي وخطوات تطبيق بوية السنستيك تأسيس سنستيك طيب بالنسبة للمعادن برضو نفس الكلام لازم نعرف خطوات تطبيق بوية السنستيك تأسيس زيتي على المعادن وخطوات تطبيق بوية السنستيك تأسيس سنستيك على المعادن طيب الخطوات دي كلها بيبقى فيه طبعا عندي نسب معينة لازم نعرفها ولازم نحفظها ممكن يجيني في الامتحان ممكن أنا أستعين بيها وأنا بعمل الدهان بتاعي دوت فلازم نعرفها ونحفظها كويس قوي طب لو بسيط وكده معي على الشاشة خطوات تطبيق دهان السنساتي على الأخشاب تأسيس زيتي أول حاجة هنعملها إعداد السطح الخشبي إعداد السطح الخشبي لو أنا عندي سطح خشبي جديد زي ما قلنا هيتم عمل صنفرة للسطح والدقة على رؤوس المسامير ومعالجة العقد طب إزاي بتم عمل معالجة العقد قلنا يا ميس الحلقة اللي فاتت إن معالجة العقد بتم يأما بعصير التوم يأما بالجمالات كتسئلة يأما بزيل الخشب أو العقدة اللي موجودة في الخشب بوحش مكانها بخشب من نفس نوع الصمارة وأيضا بتم عمل طبعا الدق على رؤوس المسامير أو سنبكة رؤوس المسامير وبعد كده إن أنا إيه حط طبقة من المعجون على رؤوس المسامير دير عشان أزبط الانخفاض اللي تم بعمل إيه لما دقت على المصمار بالصمبك عشان السطح يبقى مستوي تماما ده بالنسبة للسطح الجديد الخطوات اللي احنا قلناها سابقا طبعا احنا خلاص حفظنا يعني لازم نبقى عارفين تاني سنفرة دق على رؤوس المسامير معالجة العقد طب السطح القديم بيتم عمل إيه إزالة البوية إزالة البوية بيتم باستخدام المواد الكوية في ناس ممكن طبعا بالنسبة للسطح الخشبي استخدام وبور اللحم ده لو أنا هستخدمه يبقى من بعيد لكن هو مش شائع لأن الخشب ما ينفعش أن أنا أستخدم وبور اللحم فيه لأن إزاي خشب هيجي عليه حرارة فأنا أعمل إيه؟ لو هيتم تسخين السطح الخشبي من بعيد زي وزي تأثير السشوار كده بتاع الشعار بالضبط فبتدي أن أنا إيه؟ أعمل تسخين وتليين الدهان على السطح بتاعي أو استخدم المواد الكيميائية زي الصودة الكوية أن أنا أطبقها على السطح الخشبي بتاعي لغاية لما يتم تليين الدهان الأديم اللي موجود على السطح بعد كده بيتم عمل صنفرة وغسيل للسطح بتاعي أو تنظيف للسطح بتاعي من بقايا الدهان السابق علشان أجهزه عشان أعمل عليه دهان السمساتج ده تأسيز زيدي على الأخشاب طب لو بصيته كده معايا بعد ما بيتم عملية الإعداد وتجهيز للسطح بتاعي بيتم عمل تطبيق البطانة طب البطانة دي مكونة من يدهن السطح ببوية زيتية اللي هي 5 زيت مستوي و 2 نفط و 3 زينك ولون طبعا النسبة دي 100% لو حسبناها هتلاقيها 10 5 زيت مستوي و 2 نفط و 3 زينك النسبة دي 10 أو ينفع أن أنا أقول 50 20 30 أهم حاجة النسبة عندي تبقى 100% ينفع أقول 5 من 10 2 من 10 3 من 10 بحيث النسبة كلها تبقى واحد برضو 100% لازم أخد بالي كويس قوي من النسب دي وأنا بحفظها 5 زيت مستوي للبطانة و 2 نفط و 3 زينك ولون طب بالنسبة للمعجون هستخدم معجون الأندويل الجاهز يتكون من 2 زيت مستوي 1 غراء و 6 أسبداج 1 زينك برضو لو حسبناها لأهمية في المية لازم نحفظها زي ما هي كده وبتدي أنها عمل طبقية معجون للسطح اللي هو معجون الأندويل دوت بحيث أن أنا أحافظ أو أزبط السطح بتاعي من أي خدوش ولحمات وشقوق موجودة على السطح بإيه بالمعجون ده طبعا بعد كل طبق الدهان بيتم عملها على السطح شطار زي ما لسه ما قيلين أن بيتم عمل صنفرة على السطح بعد أي عملية تطبيق دهان على السطح لو بطانة لو معجون لو وجه هأول وجه تاني وجه تشتري أي خطوة بعملها على السطح لازم تتم عملية صنفرة للسطح بتاعي طب لو بسيتم كده معي الخطوة اللي بعد كده وجه بوية زيتية طبعا ليه وجه بوية زيتية عشان أنا بعمل تأسيس زيتي على الخشب البوية الزيتية دي بتتكون من إيه؟ من 3 من 10 زيت و 2 من 10 نفط و 5 من 10 زين كولون طبعا ثم يتم عمل معجون أو تلقيت معجون على السطح بتاعي بعد البوية الزيتية لو في عندي أي مشكلة تمت بعد عملية الصنفرة طبعا بعد بواجه البوية الزيتية ده لازم برضو أعمل صنفرة للسطح وتنعيمه طيب إيه وجه الزهارة؟ وجه الزهارة ده أساسي 9 من 10 سنساتيكولون زيت 1 من 10 نفط وجه التلميع 9 من 10 ورنيش سنساتيك زيت 1 من 10 نفط وجه الزهارة وجه التلميع أنا بتكلم على دهان سنساتيك دهان سنساتيك لازم يبقى لعندي 9 من 10 سنساتي كولون زائد 1 من 10 نفت النسبة عندي 100% طيب وجه التلميع وجه التلميع ممكن ما يطلبش مني أساسا فأنا ممكن لو أناها خلاص هكتفي بأن أنا أعمل وجه الزهارة ده اللي هو طبقة التشطيب النهائية وخلاص سنتهي عندي كده طيب لو هو عايز يلمع لازم أعمل 9 من 10 سنساتي كولون زائد 1 من 10 نفت طيب وجه الزهارة دوت والتلميع لتنين سبتين في كل الأسطح الانشائية سواء سطح جداري أو سواء سطح خشبي أو سواء سطح معدني لو أنا مطلوب مني أعمل تلميع يبقى برضو هستخدم 9 من 10 سنساتي كولون زائد 1 من 10 نفت فلازم نبقى عارفين النقطة دي ايه كويس قوي طيب نيجي بعد كده لو بصيتوا معي على الشاشة خطوات دهان بوية السنساتيك تأسيس سنساتيك على الأخشاب تشغيل فني المرة اللي فاتت أو الجزء اللي فات دوت كنا بنتكلم على دهان بوية السنساتيك تأسيس زيتي فكنا بنستخدم بعد ما عملت عملية البطانة والمعجون وطبعتهم على السطح استخدمت واجه بوية زيتية لكن هنا هستخدم واجه سنساتيك وهستخدم برضو واجه بوية زيتية علشان أسهل أو عشان أدي للسطح لمعان معين طيب خطوات دهان بوية السنساتيك تأسيس سنساتيك دوت أول حاجة بعملها إعداد السطح الجديد وقديم قام سبقه في دهان السنساتيك طبعا الجديد قلنا صنفرة وسنبكة رؤوس المسامير ومعالجة العقد طيب عندي القديم بعمل ايه بتدي ان انا أزيل الدهان القديم بالمواد الكيميائية وبعد كده بيتم تنظيفه وصنفرته بعد كده بيتم عمل بطانة سنساتيك البطانة سنساتيك اللي هي 5 من 10 بريمير جاهز زيت 5 من 10 نفت البريمير الجاهز دوت اللي هي خطوة بتسبق البطانة وبيتم عملها كلمة بريمير كلمة انجليزية معناها أولي أو بادئ بيتم تطبيقه مع البطانة بيتم ان انا اجهز اللي هو 5 من 10 بريمير جاهز 5 من 10 نفت علشان اعمل البطانة السنساتيك دي بنفس لون الخشب اللي انا عايزة اطبق عليه طيب او بدرجة افتح شوية عندي بعد كده في معجون سكينة بيتم تطبيقه على السطح المعجون السكينة ده بيتكون لي من ايه 6 من 10 معجون سكينة جاهز زيت 4 من 10 نفت طيب النسبة دي على فكرة برضو 100% لازم نركز قوي في النسب 6 من 10 معجون سكينة زيت 4 من 10 نفت طيب ايه الاندر كود ده الاندر كود ده بيبقى طبقة بطانة تانية هيتم تطبيقه على سطح اصلا كلمة اندر كود معناها بطانة البطانة دي بتتكون لي من ايه 6 من 10 اندر كود زيت 4 من 10 نفت طيب المرة اللي فاتت لما عملت بطانة السنساتيك كانت ايه كانت 5 من 10 و 5 من 10 5 من 10 بطانة بريمير زيت 5 من 10 ايه نفت بعد كده طبعا بيتم صنفرة السطح ايه وتنعيمه لازم احفظ النسبة دي كلها طيب اخر حاجة هيتم عملها ايه وجه الظهارة اللي احنا قلنا عليه اللي هو 9 من 10 سنساتيك ولون زائد 1 من 10 نفت وجه التلميع برضو 9 من 10 سنساتيك ولون زائد 1 من 10 نفت طبعا احنا قلنا ان الاتنين دول اساسيين في اي دهان بيتم عمله او بيتم تطبيقه طيب لو بصينا بعد كده او الموضوع التاني معانا او السطح الانشاء التاني عندي خطوات دهان بويت السنساتيك على الجدران خطوات دهان بويت السنساتيك على الجدران عندي تأسيس زيتي وتأسيس سنساتيك تأسيس زيتي على الجدران اول حاجة هيتم اعداد سطح الجدران اعداد سطح الجدران الجديد طبعا لازم اعالج السقوب والشروح بمونة اسمنتية عندي رمل واسمنت وماء وابتدى ان اعالج السطح بالخل والماء وابتدى ان اعزل الرطوبة طبعا عن عزل السطح عن الرطوبة وابتدى ان انا بعد كده اعمل له عملية التجليخ بالماء والصابون واخسله بالماء والغراء علشان انظف السطح بتاعه ويتم تطبيق الغراء على السطح علشان انظف السطح بتاعه تماما ازاي بيتم تطبيق على السطح القديم برضو ان انا بتدى ان انا اشيل الدهان العديم من على الصفح بالمواد الكيميائية وبعد كده بيتم غسيل الصفح وتجليخه بالماء والصابون وبعد كده بيتم عملية وضع الغراء عشان اجهز الصفح ان انا اطبع عليه بويت السنسدك تأسيس السنسدك واهم حاجة بيتم عملها ان انا بعزل الصفح بتاعي عن القطوبة دي خطوة مهمة جدا في اي صفح انشاء انا بعمله يعني انا عندي الصفح الخشب يلازم احافظ عليه او اديه له طبقة دهان بحيث ان انا اعمله معالجة السطح الخشب بتاعه ما يتمددش او يتأثر مع العوامل الجوية او التأثيرات الجوية اللي ممكن تأثر عليه زي ما بنشوف كده في الشتاء ابوصة لقى الابواب عندي والشبابيك والاي قطعة مشغولة خشبية ابوصة لقاها بتتمدد وابتدي انها لاها ما بتقفلش كويس ما بتزبطش معها بسبب ايه بسبب ان الخشب بيتمدد وبيقاش مدهون بطبقة كويسة او ما بيبقاش مخدوم كويس في الاول بحيث ان انا احافظ عليه من الرطوبة طب الجدران هنلاحظ في كتير قوي من البيوت عندي ان انا لو الدهان مش مطبق كويس عندي على الجدران لو فيه رطوبة ابوصة لقي مثلا الدهان بينطر بيتشقق بيحصر فيه مشاكل بسبب ان ما فيش خدمة كويسة للسطح الجداري من الرطوبة او اي تأثيرات ممكن تتم عليه برضو المعادن نفس الكلام لازم ان انا احافظ على السطح المعدني بتاعي من التأكل والصدق فلازم اخدم السطح بتاعي كويس بتدين انا اطبق عليه الدهان المناسب عشان اقيم اي مشكلة ممكن يتعرض لها بعد كده مع اي مرور الوقت بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة احنا تكلمنا على نقاط كتيرة منها دهان السنساتيك ومنها الجزء الخاص بالدهانات الشمعية المرة اللي جاية ان شاء الله نكمل باقي الجزء الخاص بالباب الاول الجزء الخاص به دهانات السنساتيك تأسيس زيتي على الجدران ودهانات السنساتيك تأسيس سنساتيك على الجدران ودهانات السنساتيك تأسيس سنساتيك على المعادن وزيتي على المعادن وتمنتي لكم النجاح والتوفيق اجتهدوا فلكل مجتهد النصيب وهذا وعد ربي ان الله لا يدوع اجر من احسن عمله تحياتي ليكم والى نقاط في حلقة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة